ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الأول للمجلس الوطني للهايدروجين الأخضر وذلك لعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الهايدروجين الأخضر وأكد مدبولي أنه من خلال هذا المجلس سيتم خلق آلية سريعة للموافقة على مشروعات الهايدروجين الأخضر مضيفا أنه من المقرر في وقت قريب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهايدروجين الأخضر ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تنفيذية لتلقي الطلبات واستصدار الموافقات المطلوبة كما ترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس الوطني للهايدروجين الأخضر ووجه مدبولي في الإطار ذاته بالنظري في إطلاق حزمة حوافز استثنائية إضافية للشركة الأولى التي ستقوم بتوقيع العقود النهائية شريطة حيازة تلك المشروعات على التمويل اللازم وكذلك جاهزيتها للبدء الفوري في التنفيذ شكرا